منيجي إلى جانب آخر في العنف السياسي اللي هو حق المرأة في ممارسة حقها سواء في الترشح أو في الانتخاب يعنينا بهمنا كمان إنها الإمرأة يكون إلها قرارها سواء في التصويت إن هي تختار الشخص اللي ترى إنه مناسب عند الانتخاب وبرضو إنها ما تنحرم من حقها إنها تترشح كملي معاكم للحديث عن العنف الأسري والتحرش في الأردن وما هي التحديات التي تواجهها المرأة اليوم الحديث عن هذا الواقع معانا في الستوديو ضيفتنا معالي المهندسة مها العلي الأمينة العامة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهلا وسهلا فيك أهلا صباح الخير صباح الورد معاليكي إذا بدنا نبلش نتحدث عن الواقع حول العنف والتحرش بشكل عام كيف ترين المشهد اليوم في الأردن شكرا إليك على السؤال طبعا لما نحكي عنه عنف وتحرش وهذا شيء مش بس موجود في الأردن يعني في كل دول العالم موجود وهي ظاهرة بهمنا أن نتعامل معها نتعامل مع مسبباتها ونقدر نتعامل أن نخفف منها في عنا آليات موجودة في عنا تشريعات بتحكمها في عنا مؤسسات لها علاقة سواء في الحكومة أو في منظمات المجتمع المدني وفي عنا كمان الإعلام له دور كتير مهم في هذا الجانب قطاع التعليم له دور في عوامل كتير متقاطعة مع بعض اللي ممكن أنها تأدي إلى زيادة العنف الأسري أو أنها تأدي إلى التخفيف من العنف الأسري وليش بهمنا هذا الموضوع؟ لأن السيدة أو الإمرأة أو الفتاة لما بتتعرض لعنف في داخل أسرتها هذا رح يأثر عليها بيأثر عليها في حياة الاجتماعية بيأثر عليها في دورها في المجتمع بيأثر عليها في عملها سواء كان عملها في قطع خاص أو عملها في العمل العام كل هذه عوامل ممكن أنها تأدي إلى أنه تخفف من أو تأثر بشكل سلبي على دورها في الأسرة وفي المجتمع نعم يعني هناك العديد من الأشخاص اللي بيجيبوا قلولك زاد نسبة العنف في الأردن بالسنوات الأخيرة الأرقام ترتفع صارنا منحكي أكتر صارنا منشهد على شبكات التواصل الاجتماعي بعض الجرائم البشعة اللي اليوم المجتمع رفضها بكل ما تحمل كلمة من معنى داخل الأسرة أو خارجها لماذا ارتفعت الأرقام هل ارتفعت الأرقام لأنه عم بزيد العنف ولا ارتفعت الأرقام لأنه هناك عوامل أخرى لهذا الارتفاع يعني يمكن الإجابة أنه كل اللي تفضلت فيهم مع بعض مثلا في فترة الكورونا شهدنا أنه فيه ارتفاع كان في حالات العنف الأسري ازدياد الحالات وكيف إحنا منقيصها منقيصها طبعا من خلال البلاغات التي ترد لإدارة حماية الأسرة هذا مؤشر أنه فيه عندي حالات عنف هاي رقم واحد رقم تنين ممكن يكون مؤشر أيضا نستفيد منه أنه صار فيه وعي أكتر لدى النساء والفتيات أنه يحنا فيه عندي إدارة لحماية الأسرة فيه عندي فيه عندي مؤسسات ممكن أن تطلق الشكوى في حال تعرض المرأة أو الفتاة للعنف من أسرتها من أحد أفراد أسرتها وأنه فيه عندي بيئة تشريعية كمان بتحمي يعني عندنا قانون للحماية من العنف الأسري إدارة حماية الأسرة عندها إجراءات كاملة لتعامل مع الحالة في حماية لامرأة أو الفتاة التي تتعرض للعنف في حال أنها تواصلت مع الإدارة فهذا ممكن يكون مؤشر أنه صار في عنا وعي أكتر مؤشر أنه الخدمات عم تتحسن مؤشر سلبي برضو أنه في عنا ازدياد في حالات العنف وهذا يتطلب أنه يكون في عنا نظرة بعمق أكتر ما هي الأسباب وما هي المسببات وبرضو من الضروري أنه يكون في عنا توعية أكبر والتوعية نحن نشتغل عليها كثير في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع شركائنا لأنه مهم يكون فيه توعية للامرأة أو للفتاة أنه ما تتعرض لهم الممارسة هذا اسمه عنف لأنه في بعض الممارسات في ناس ما بتعرف أنها عنف تعتبرها أنها عادات تعتبرها أنه هذا شيء اعتيادي أو إحنا هيك يعني مش غلط أنه إحنا نتعرض للضرب أو نتعرض للتعنيف بشكل أو بآخر نعم تري في معليك يعني ربما اليوم أيضا نتحدث عن ليس فقط شكل واحد من أشكال العنف ولكن أكثر من شكل يعني اليوم عم نشوف فيه عنف اقتصادي ومارس على المرأة مش قادرة تتعامل مع الدخل اللي بتكون يعني هي تحصل عليه من معاش من مكافأة من أي عمل تقوم به وأيضا هناك عنف سياسي شهدنا وتحدثنا فيه أكثر من مرة واليوم إحنا مقبلين على الانتخابات وبمشاركة حزبية يعني شجاعة جدا وإن شاء الله تكون يعني تجربة موفقة للجميع إن شاء الله فاليوم كعنف سياسي يمارس اليوم على المرأة أحيانا تكون من داخل العائلة فكيف نصف العنف السياسي أو كيف تجد المرأة يجب أن يكون عندها الحس أنه أنا اليوم أتعرض إلى عنف سياسي صحيح يعني وكتير مهم أنه ربطنا يعني هذا الموضوع إحنا بقيت أمام استحقاق دستوري وانتخابات نيابية وعندنا فرص هامة لنستثمرها لزيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي بإطار يعني تعديل الدستور وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب كلها بتعطينا فرص ومجالات أكبر لمشاركة المرأة وزي ما قلت الأحزاب في إقبال من النساء برضو على مشاركتهم في الأحزاب يعني القانون حدد 20% كحد أدنى من المؤسسين يكون نساء لكن إذا منشوف الأرقام اللي أصدرتها الهيئة مؤخرا حوالي نسبة 44% فهذا بيجيبنا لموضوع العنف السياسي وهو موجود وإحنا في دراسة برضو أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في العام 2021 وبيّنت معنا تعرض النساء اللي بتشتغل في العمل العام للعنف السياسي وطلعنا على هذا العنف من ناحية إما عنف لفظي يعني لما بنحكي على التنمر بنحكي عن الإساءة للشخص سنواء التنمر على شكله على أمور خاصة إلى آخره وتبين معنا من الدراسة الإشي اللي بهمنا يعني النسبة إنه حوالي 15% من النساء اللي غطتهم الدراسة واللي حكوا إنهم تعرضوا للعنف انسحبوا من المشهد العام هذا لحاله المؤشر وهي النسبة بصراحة أنا بعتبرها شيء خطير لأنه لما السيدة عم تتعرض للعنف بيخليها إنها تنسحب وإنها ما تكمل إحنا منكون يعني بصراحة خسرنا فرصة خسرنا إنسان مواطن فاعل ممكن إنه يعمل فرق وممكن يكون فيه دور في المجتمع ودور في العمل السياسي الإشي الثاني إنه أشكال العنف اللي تعرضوا لإلها في العنف السياسي اللي بيانتها الدراسة كان الأعلى هو العنف الإلكتروني وهو العنف عن طريق الوسائل الإلكترونية ورقمتينين عن طريق الإعلام فهاي برضو جوانب إحنا بهمنا إنه السيدة والإمرأة تتنبه إلها يكون في إلها توعي لإلها كيف تتعامل معها التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكتروني أتوقع خطوة في الاتجاه الصحيح ممكن إنها تحد من هذا الموضوع ومنيجي إلى جانب آخر في العنف السياسي وهو حق المرأة في ممارسة حقها سواء في الترشح أو في الانتخاب إحنا بهمنا كمان إنها الإمرأة يكون إلها قرارها سواء في التصويت إنها تختار الشخص اللي ترى إنه مناسب عند الانتخاب وبرضو إنها ما تنحرم من حقها إنها تترشح إحنا نسمع من بعض هالسيدات في بعض المناطق إنه ممكن هي ما تكون إلها قرارها ممكن لا يسمح لها أنها في إطار العائلة الكبيرة إنه والله إحنا لا بدنا نرشح الرجل عن العيلة لا مش إمرأة فهذا برضو بحد وإحنا نعتبره من أشكال العنف السياسي اللي بتأثر على قرار المرأة في إنها تاخد حقها في إنها تترشح ويكون في إلها دور فاعل في مجتمعنا وفي العمل السياسي يعني ما عليك بالبداية حتحدثت أكيد عن كل الآليات اللي يوم موجودة حولينا وأمامنا لحتى تحمي المرأة من كل أشكال العنف والتحرش وأيضا هناك تشريعات وسياسات تحمي المرأة حتين عن أهم التشريعات والسياسات التي تم تغييرها في السنوات الأخيرة واللي يعني ساندت المرأة في حقها بممارسة حياتها بشكل طبيعي نعم موضوع التحرش أكيد هو معالج في قانون العقوبات لكن فيه عندنا خطوة كانت كثير مهمة اللي هي إدخال مفهوم التحرش والعنف في مكان العمل في قانون العمل هاي كانت من التعديلات بصراحة الهمة جدا على هذا القانون لأنه موضوع التحرش في مكان العمل ممكن أن يؤثر على إقبال النساء والفتيات أنهم يدخلوا إلى سوق العمل وممكن يؤدي إلى انسحابهم من سوق العمل ومن الأشياء المهمة أنه وزارة العمل أيضا أخذت إجراء مشكورين عليه لتفعيل المواد المادة اللي أدخلت على هذا القانون أصدروا سياسة للعنف والتحرش في مكان العمل وأيضا دليل إرشادي لأصحاب العمل ومن المتطلبات على أصحاب العمل أن يكون في عندهم سياسة داخلية أو إجراءات أو نظام داخلي اللي يتعامل ويساعد للحماية من العنف والتحرش في مكان العمل نعم يعني هناك اليوم نشاط كبير لدى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يخص ورشاة العمل بما يخص التواصل مع الشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة اليوم كيف تجدين هذا الإقبال اليوم كيف تجدين هذا الوعي الموجود ربما عند الشباب والشابات صاروا يمارسوا حقهم بشكل أكبر صاروا قادرين على معرفة ما لديهم وما عليهم بشكل أكبر يعني منقول فيه تحسن أكيد لأنه فيه وعي أكتر بمختلف المجالات فيه وصول للمعلومة يعني المعلومة متوفرة بشكل أكبر بس بيضل طبعا يعني لما بنحكي عن مواضيع عنف نحكي هي مش مواضيع سهلة مش الكل يتجرأ أو بيحب أنه والله يتوجه بتقديم بلاغ رسمي في حال حصول مثل هيك حالة لذلك بيجي عندنا دور موضوع التثقيف المجتمع التثقيف على مستوى الأسرة التثقيف على مستوى المدارس الجامعات كتير مهم التوعية في هذا الجانب التربية في هذا الجانب كتير مهم لأنه هي عوامل كلها لازم نحاول يعني في مختلف الجوانب في دراسة احنا عملناه وأطلقناها السنة الماضية عن التكلفة الاقتصادية للعنف وكانت هذه الدراسة بتركز على العنف الأسري والعنف اللي بتعرض له النساء من الأزواج بشكل رئيسي وصراحة بيّنت هذه الدراسة أنه الشق الأكبر من التكلفة هي تقع على الناجيات من العنف تقع على ما سمينا بمصروف الجيب بمعنى إيش بتتكلف الإمرأة لما بتتعرض لعنف سواء هي تقدمت بشكوى أو ما تقدمت بشكوى قديش في تكاليف عليها سواء عم نحكي عن علاج سواء عم نحكي غياب عن العمل وبيّن كمان عندنا التكلفة بشكل غير مباشر هي تنال الشخص اللي عنفها من الدراسة كلها بيّن معنا أنه التكلفة طبعا جزء كبير من التكلفة رايح من قبل المؤسسات الحكومية اللي عم بتقدم خدمات ومؤسسات المجتمع المدني لكن الأقل شيء من التكلفة كان على جانب التوعية والتثقيف في هذا الجانب فهذا كمان إحنا يعني خلانا نركز أكتر في عملنا وفي السياسات اللي بنشتغل عليها والبرامج أنه نتوجه بشكل أكبر بموضوع التوعية والتوعية للفئات المختلفة من المجتمعية يعني إحنا بنواعي الإمرأة بنواعي الرجل أيضا يعني كل أفراد الأسرة والتوعية في المدارس التوعية في الجامعات كثير مهم أنه إحنا احترام الشخص الآخر عدم اللجوء للتعنيف الضرب العوامل المختلفة اللي بيتقضي إلى حصول عنف أسري وليش من ركز كثير على موضوع التوعية لأنه مهم أنه إحنا يكون في عنا وقاية قبل ما نصل لمرحلة أنها تصير حالة العنف بيكون أحسن أقل تكاليف وأقل أثار على المرأة والعائلة والمجتمع ككل يعني زي ما حضرتك تفضلت يعني اليوم من يتأثر بالعنف ليس فقط المعنف ولا المعنف وإنما كل أفراد الأسرة والمجتمع يعني دائماً نكون سعيدين لما تكون حضرتك موجودة معنا معالي المهندسة مهل علي الأمينة العامة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهلا وسهلا بك شكراً شكراً